بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم حبيبي مع درس جديد من دروس مادة الاي سي تي ان شاء الله النهاردة بنبدأ الدرس الاول لنا في الترم التاني ويا رب يكون ترم جديد سعيد عليكم وتحققوا كل اللي تتمنون قبل ما نبدأ لو دي اول مرة تشوفوا القناة ياريت تعملوا سبسكرايب في القناة وتفعلوا الجرس عشان يجيلكم كل الفيديوهات الجديدة ولو عجبكم الفيديو ما تحرموناش من اللايك الجميل والكومنت اللطيف الدرس بتاعنا النهاردة lesson one بعنوان explorer in action وزي ما احنا متعودين دايما في بداية كل theme جديد او في بداية كل محور جديد بنتكلم عن شخصية من الشخصيات بنتعرف عليها وبنعرف ازاي استخدمة التكنولوجي في شغلها وازاي ساعدتها التكنولوجي في تحقيق اهدف فخلونا بقى نتعرف على الشخصية بتاعتنا النهاردة ونشوف دور التكنولوجي معاها وازاي ان هي استخدمة التكنولوجي في تحقيق اهدفها وتحقيق شغلها الشخصية بتاعتنا اسمها بيك كاينر وبيك كاينر دي from Chicago in the United States أو United States of America يعني بيك كاينر دي موجودة او هي من ولاية شيكاغو في امريكا طيب هي كانت بتشتغل ايه بقى؟ بتشتغل اكتر من حاجة اول حاجة يعني هي كانت اكسبلورر وشغالة فين؟ شغالة في الناشنال جيوغرافيك ايه كمان؟ يعني هي كانت لها بوزيشن كانت موجودة او بتشتغل في مدرسة في شيكاغو ويه كانت البوزيشن بتاعها او الشغلانة بتاعتها في المدرسة دي ان هي دايريكتور اوف انوفيجن او ايه مدير الابتكار والابداع طيب ايه كمان كانت بتشتغل بيك كاينر؟ قالك ان هي يعني هي كانت شغالة كامبسادور دي يعني سفير فهي كانت بتشتغل كسفير للاهداف العامة لمنظمة الامم المتحدة زي United Nations Association اللي هي منظمة الامم المتحدة ودي منظمة عالمية وكانت بتشتغل في الفرع او في الفرع المنظمة اللي موجود في شيكاغو طيب ايه اللي احنا محتاجين نعرفه هنا في السلايد دي؟ محتاجين نعرف بيك كاينر دي كانت موجودة فين او عايشة فين؟ طبعا عايشة في ولاية شيكاغو في امريكا ونعرف كل اه 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 حاجة كانت بتشتغلها وكانت بتشتغلها كانت بتتبع ايه بالزبط؟ يعني هي كانت بتشتغل في الناشنال جيوغرافيك في منظمة الناشنال جيوغرافيك وكانت بتشتغل دايريكتور اوف انيفيجن او مدير للابتكار والابداع في سكول ان اشيكاغو انشيكاغو وكانت برضو بتشتغل جلوبال جولز امباسدور او سفير للاهداف العامة لمنظمة الامم المتحدة فاللي بالازرق دا هي دي الجوب او الوظيفة بتاعة بيك كاينر او الشغل بتاعها واللي بالاخضر اللي باللون الاخضر دا دي المنظمة او المكان اللي هي كانت بتشتغل فيه طيب بداية القصة بقى مع بيك كاينر كانت من كوفيد ناينتين باندمج او مع جائحة كورونا فا ايه علاقة بقى بيك كاينر بالكوفيد ناينتين وايه علاقة التكنولوجي بالموضوع دا دا اللي احنا هنشوفه دلوقتي مع بعض اول حاجة بيقول لي في سنة عشرين عشرين ومع بداية وباء كورونا بيك كاينر كانت بتتمشى في الحي اللي هي سكنة فيه فاثناء وهي بتتمشى يعني بيك كاينر وهي بتتمشى لحظت ان فيه يعني مخلفات كتيرة تمام لها علاقة بالكوفيد بي بي ايه وكلمة بي بي اي دي اختصار او معداد الوقاية الشخصية معداد الوقاية الشخصية زي ايه زي ما احنا شايفين كده في الصورة ان هي الفيس ماسك او الكمام اللي احنا كنا بنلبسها عشان للوقاية من الكوفيد ناينتين وكمان الدسبوزال جلافز او الايه او الجوانتي وما ينفعش ان اللترز او المخلفات دي واللي ممكن ناس تكون بتستخدمها والناس دي ممكن يكون عندها الفيروس كورونا وترميها في الشارع فده ممكن ينقل العدوى لناس كتير وبصورة كبيرة جدا طيب هي بقى بي كاينر عملت ايه بقى في الموقف زي ده عملت ايه لما لقيت اللترز او المخلفات الكتيرة ديت موجودة في الشارع قالك ان ميس كاينر قررت ان هي دو سمثنج لازم تعمل حاجة عشان تنشر الوعي سبريد اويرنس يعني تنشر الوعي الخاص بخطورة المخلفات دي يا جماعة دي مش مخلفات عادية ولكن المخلفات دي خطيرة ممكن يكون فيها فيروس كورونا اللي يعني اضر العالم كله فده ممكن يضر ناس كتيرة جدا لو احنا سجناها بالشكل ده طيب هتنشر الوعي ازاي هتعمل سبريد اويرنس ازاي وتعرف الناس بخطورة المخلفات ديت ازاي تعالوا نشوف مع بعض اول حاجة فاول حاجة قالت خلاص وانا ماشية كده اي لتر او اي مخلفات حلقيها موجودة في الشارع فانا هصورها بالموبايل بتاعي مثلا وهسجل المكان بتاعها اسجل هي كانت موجودة فين بالزبط كمان هي استخدمت او برنامج على الموبايل اسمه ديربستراكر ديربستراكر معناها انه هو متتبع المخلفات او متتبع القمامة فلو حبينا نعرف معلومات اكتر عن ديربستراكر ده فبيقول انه هو افري ابليكيشن كان بيدا ولوديد ان موبايل ده ابليكيشن او ده برنامج فري موجود متاحة للموبايل ممكن تعمله دا ولوديد بسهولة جدا الحاجة التانية يعني هو بيسجل اللوكيشن او مكان المخلفات او مكان الحاجات عن طريق الجي بي اس او طيب ايه كمان هي كمان بتوصف بقى الليتر او المخلفات دي تنوحها ايه هل هي بيبر دي مخلفات ورقية هل هي بلاستيك حاجات بلاستيك موجودة فما بتكتفيش ان هي تصور المخلفات او الليتر دي وتحدد اللوكيشن بتاعها ولكن كمان كانت ديسكرايب او بتوصف انواع المخلفات ديت ايه بالزبط كمان مس كاينر عملت ايه بقى يعني هي كانت كل مرة بتشوف مخلفات اللي هي اه معدات وادوات الوقاية الشخصية يعني كل مكان بتلاقي فيه اه مخلفات من المسكات ومن الجوانتز والحاجات دي كلها فكانت بترفع اللوكيشن بتاعه وبترفع وصف للايه للمخلفات اللي هي شافتها ديت فبترفعه عن طريق برنامج الدير بتركر اللي احنا قلنا عليه من شوية في النهاية يعني في النهاية كان فيه كم هائل كم كبير جدا من البيانات عن الايه عن المخلفات الوقاية الشخصية دي اللي موجودة في الشوارع وكل البيانات دي كانت مرفوع على برنامج اللي هو قلنا اسمه ايه ديربي تركر تمام كده لحد كده معايا تعالوا نشوف بعد كده يعني هي ما كانتش بتجمع البيانات بتاعة المخلفات ديت لوحدها ومال كان مين اللي بيساعدها بقى تعالوا نشوف مع بعض يعني هي كانت او علمت احنا قلنا ان احنا من ضمن الوظائف اللي بتعملها او بتقوم بيها ميس كاينر ان هي كانت بتشتغل في سكول في شيكاغو فهي علمت الاولاد او الاستيودنت اللي موجودين عندها في المدرسة في جريد ثري وجريد فور وجريد فايف علمتهم بقى وكانت بتوعيهم عن خطورة وتأثير المخلفات ديت على البيئة عشان ايه تعرفهم خطورة الموضوع واهمية الموضوع ايه كمان علمتهم كمان بقى يبقى اول حاجة وعدهم بخطورة موضوع الليترز والمخلفات دي خاصة البي بي اي اللي هي الخاصة بالكورونا تمام مش بس كده وعلمتهم ازاي يستخدموا برنامج الديرب تراكر ده عشان يجمعوا كوليكتي ديتا عشان يجمعوا بيانات عن المخلفات ديت اللي موجودة في المدينة بتاعتهم ومش بس يجمعوا بياناته خلاص ولكن يعملوا لها اناليسيز كمان اللي هم جمعوها ما اكتفتش برضو ميس كاينر ان هي توعي وتعلم الاولاد والستيورنس اللي موجودين عندها في المدرسة وتخليهم يساعدوها في تجميع بيانات عن القمامة ولكن عملت ايه بها؟ ميس كاينر يوزد زهاشتاج اللي هو اسمه تراكينج بي بي اي يعني هي ميس كاينر لا ما قالتش ان انا الموضوع هيوقف عندي وعند الاولاد اللي موجودين عندي في المدرسة ولكن دخلت على السوشيال ميديا سوشيال ميديا زي تويتر وانستيجرام وعملت هاشتاج اسمه تراكينج بي بي اي تراكينج بي بي اي يعني تعقب المخلفات يعني الهاشتاج ده يعني اي حد مهتم بموضوع تعقب المخلفات والحاجات اللي بتدر من البيئة ديت يقدر انه هو يدخل على هاشتاج ده اي حد مهتم انه هو يتعقب المخلفات والبي بي اي اللي هي مخلفات الوقاية الشخصية دي مهتم بان هو يتعقبها وان هو يقضي عليها وان هو يعمل حمل عشان يتخلص منها ممكن يدخل على الهاشتاج ده بيكون موجود على تويتر وعلى الايه وعلى الانستجرام يعني هي ما خلتش الموضوع قاصر عندها بس ولكن حبت تنشره على الانترنت وعلى السوشيال ميديا عشان ناس كتيرة تشارك معاها في كده فبيقول لي بقى ان ميس كاينر يعني هي شنت حملة على السوشيال ميديا عملت حملة كبيرة على السوشيال ميديا عشان توعي الناس بخطورة البي بي اي او المخلفات الوقاية الشخصية ديت وانه هما تشجحهم انه هما يعملوا زيها في ستين دولة على مستوى العام طيب الديتا بقى اللي هي تجمعت دي كلها زي ديتا ابلوديد باي ميس كاينر الزملاء بتوحها والناس اللي هما بيتابعوها كانت في شكل ايه بقى يعني الداتا اللي جمعوها دي كانت عبارة عن ايه الداتا اللي جمعوها دي كانت عبارة عن جي بي اس ماب لوكيشنز عبارة عن لوكيشنز او المواقع اللي موجود فيها البي بي اي ليترز دي او المخلفات ديت وكمان كانت عبارة عن انفو جرافيكس انفو جرافيكس يعني رسومات بيانية فيها معلومات عن المخلفات ديت وانواحها وطبيعتها والكلام زي كده فهي كانت عبارة عن جي بي اس لوكيشنز جي بي اس ماب لوكيشنز لما يجي يسألني يقول لي البيانات اللي هم ما جمعوها دي كانت عبارة عن ايه او كانت في شكل ايه فنقول له في شكل وكمان في شكل او رسومات بيانية تحتوي على معلومات كتيرة عن المخلفات دي فبيقول لي هنا الانفو جرافيكس دي كانت او كانت بتوضح الانواع المختلفة للديربس ديربس دي برضو زي ليترز كده اللي هي الانواع المختلفة للمخلفات في النهاية بقى بيقول لي ان الديتا اللي هم ما جمعوها ديت اتعمل لها او تحليل والريزلت النهائية او النتيجة النهائية بقى يعني النتيجة النهائية بقى لتجميع البيانات دي وتحليلها فكانت بتلقي الضوء وبتصلت الضوء على تأثير البيبي ديربس او المخلفات اللي هي من نوع البيبي ديت تأثيرها على الحياة وعلى البيئة فالنتائج دي بقى نتائج تحليل البيانات اللي هم ما جمعوها عن المخلفات ديت من اللي استخدمها بعد كده قالك ان هي الباحثون او العلماء والباحثين اللي هم مهتمين بموضوع البيئة وموضوع التخلص من المخلفات ديت اهتموا بالنتائج ديت عشان عشان يطلبوا تغيير عشان يطلبوا تغيير الوضع ده ويعملوا حملة كبيرة ويطلبوا بالتخلص من الايه من المخلفات ديت اللي بيكون لها تأثير جبدة كبير جدا ضار على صحة الانسان وعلى البيئة طيب بكده خلصنا قصة بيك كاينر مع الكوفيد ناينتين وعرفنا ازاي ان هي ساعدتها التكنولوجي وعن طريق ابليكيشن اسمه ديرب تراكر في ان هي تعمل حملة كبيرة جدا وان هي توعي الناس بخطورة المخلفات اللي هي الخاصة بكوفيد ناينتين اللي زي قلنا زي الماسكس والجوانتس والحاجات دي كلها فكده عرفنا الموضوع وعرفنا ازاي استخدمت التكنولوجيا واستفادت منه دلوقتي بقى هناخد حاجة تانية كده فبيقول لي يعني ايه الكلام ده؟ يعني بيقول لي في حاجة اسمها أو المسئولية الاجتماعية بمعنى ان كل واحد مننا له مسئولية او هو مسئول تجاه المجتمع اللي هو عايش فيه مش بس ان هو بيشتغل وبيعمل لنفسه بس وخلاص ولكن المفروض ليه دور تجاه المجتمع وتجاه البلد وتجاه المدينة اللي هو عايش فيها والمكان اللي هو بيسكن فيه زي ما عملت بالزبط كده مس كاينر وان هي لما شافت ان فيه غلط موجود فبدأت توعي الناس عن خطورة المخلفات اللي هي خاصة بالكوفيد 19 وكده فده معنى كلمة social responsibility وعلى هذا الاساس بقى social responsibility is the basis on which يعني على اساس المسئولية الاجتماعية ده فوزارة البيئة المصرية دي عملت مبادرة اسمها جو جرين جو جرين دي مبادرة عملتها وزارة البيئة المصرية دي في سنة 2019 بيقول لي ان الانشياتف دي او المبادرة دي كانت جزء من استراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة اللي اسمها ايجبت عشرين تلاتين بيقول لي ان جو جرين دي بيضغطي يعني بتغطي ستة وتلاتين موضوع وقضية خاصة بالبيئة وده بتشجع ان الناس تهتموا وتشعر بالمسئولية تجاه المخلفات المختلفة اللي بتكون موجودة طيب اخر حاجة عندنا بيقول لي ان ايجبت جو جرين انشياتف او مبادرة جو جرين دي اللي عملتها مصر ووزارة البيئة تحديدا اول حاجة ان هي بتعمل ايه بقى اول حاجة سبريد اوارنس اوف انفيرومينتال اشيو يعني بتنشر الاوارنس او الوعي عن القضايا البيئية المختلفة قلنا ان هم ترتي سكس انفيرومينتال اشيو ستة وتلاتين موضوع او قضية بيئية الحاجة التانية امفاسيز ايش ستزن رول ان بروتكتنج the environment and natural resources يعني هي بتأكد ان على دور كل مواطن ستزن رول على دور كل مواطن في حماية البيئة والمصادر الطبيعية بكده احنا خلصنا الدرس بتاعنا الدرس ده يعتبر اطول درس موجود عندنا في المنهج فمعليش هي البداية كانت طويلة شوية كده بس بعد كده ان شاء الله هتلاقوا كل الدروس سهلة وبسيطة خلونا بقى نبدأ ناخد بعض الاسئلة على الدرس ده عشان نطمن ان احنا فهمنا الدرس ده كويس سؤال الاول عندنا choose the correct answer number one big kainer is from نقط big kainer دي كانت موجودة او كانت منين بالزبط ها من فاكر طبعا قلنا ان هي من شكاهه number two miss kainer used an application called noat to collect data about ppe letter طبعا استخدمت app او application اللي هو اسمه derby tracker number three egypt's go green initiative spread awareness of noat issues الgo green دي اللي عملتها مصر المبادرة دي كانت هدفها نشر الوعي بخصوص ايه؟ طبعا بخصوص environmental issue او قضايا بيئية number four miss kainer piloted social media campaigns on noat to encourage followers to collect ppe kainer طبعا عملت الكمبين او الحملات الاعلامية بتاعتها على الانترنت على تويتر وعلى الانستجرام يبقى الاجابة هنا هتبقى a and b طيب true or false number one big kainer is apologist طبعا غلط وعرفنا ان هي كانت بتشتغل ايه بالزبط number two can be downloaded on your phone for free صح طبعا number three miss kainer we was collecting letter data alone يعني miss kainer كانت بتجمع data عن الليترز او المخلفات دي لوحدها طبعا false لان هي طبعا علمت ال students بتوحها في المدرسة وعملت حملات كمان عشان الناس تساعتها في اه تجميع الايه تجميع البيانات بتاعت المخلفات number four twitter and instagram are common social media platform طبعا true number five the go green initiative spread awareness of environmental issues يعني ال go green initiative دي كانت بتنشر الوعي عن environmental issues طبعا برضو ايه true كده كنت وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا النهاردة لو عجبكم الفيديو ما تحرموناش من اللايك الجميل والكومنت اللطيف واعملوا شير لكل اصحابكم تأكدوا ان انتو عاملين سبسكرايب في القناة وفعلوا الجرس عشان نجي لكم كل الفيديوهات الجديدة بتمنى لكم كل التوفيق واشوفكم على خير في الفيديو الجاي ان شاء الله